لو بدأنا مع مفتاح شخصية فضيلة القرآن الشيخ شعبان الصياد أو صاحب الطريقة الصيادية في تلاوة القرآن الكريم كما دائما يلقبه ويطلق عليه محبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا نستمر في هذه المسيرة العظيمة التي تبين أن هذه الأرض واللادة واللادة للعظماء وللفرسان وتحت كلمة فرسان نحط خطين ثلاثة لأن فضيلة الشيخ رحمه الله وتعالى الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد كان يلقب بفارس القرآن فارس القرآن واللقب ده ليه زي ما تعودنا كل واحد ليه مفتاح وكل واحد ليه لقب صحيح بلا منازع سيدنا شعبان ولد 1940 وولد في قرية اللي أقول لك الأرض واللادة مصر واللادة قرية القرية دي ليه مقتضيات محدودية المكان ومحدودية الأشخاص ومحدودية لكن القرآن بيعمل فيها حاجة مختلفة تماما كما رأينا وكما سنعرى الناس بتستغرب يا مصر دي هي بتعمل كده ازاي سبحان الله لأنهم ما رحوش للقرية واخد بالسيادتك منزلوش علشان يشوفوا الإنسانية اللي بتحرك هؤلاء الناس في الطفولة وفي الشباب وفي الكبر والمفاهيم القائمة صحيح كله ده نراه في شعبان ابن عبد العزيز الصياد اتولد سنة 40 ومات صغير يعني مات صغير بالنسبة لي ده يعني مات صغير سنة 98 أبو عبد العزيز كان قارب وقدم في الإزاعة لما فتحت الإزاعة المصرية أم قال له ما نعرف أرى القرآن ونجح وبعتوله فمات في يوم ما أرسلوا إليه الخطاب بالقبول سبحان الله وما كانش لسه سجل حاجة للإزاعة ما راحش خالص ما راحش الإزاعة ده بتجاوب وصله ده هو بس نجح وده وفاه الله يومي فعبد العزيز الصياد أبو أولا هو شعبان ما أدركوش عبد العزيز لما مات الله يرحمه ترك هذه البصمة من خلال الأسرة على مين؟ على شعبان ابنه شعبان راح تعلم القرآن وحافظه لكنه في نفس الوقت سلك المسلك العلمي يعني راح دخل المدرسة الأزاري المعهد وتدرج في الابتدائي والإعدادي والسنة وتخرجة من أصول الدين إحنا عندنا في الكار بتاعنا خار المشايخ صحة التعبير لما نيجي نبعد بعثة لدولة إفريقية دولة إسياوية دولة أوروبية لإحياء رمضان وكذا كطلب المسلمين هناك ومنبعد في البعثة واحد قارئ وواحد عالم صحيح فالسؤال هو العالم ده مش حافظه القرآن حافظه حافظه كويس يعني ايه حافظه كويس وماليه ما بإنها بعثش العالم وخلاص ونوفر مثلا التكلفة بتاعت القارئ ده قالوا لأن القراءة فن أولا ثم تدعم بالعلم والعلم علم ثم يدعم بالموهبة والملكات يبقى إذا اللي اتنين محتاجين الفن ومحتاجين العلم فالراجل ده شعبان خد أصول الدين نعم فبقى قوم فنه وصوته وأداءه بالحاجة دي مرة علشان تشوف ان الناس دي اللي احنا بنحكي عنها اللي هم أبناء مصر اللي هم مكونين لدولة القراءة الناس دي بزلت مجهودا كبيرا لان في بعض الناس يعني يفاكرها بالتمني وفاكر انه هو بمجرد انه حفظ ايتين ولا صورتين ونغاملوا شوية تحسوا خلاص كده يبقى سيدنا محمد رفع لا ده هي ده بالجهد فالرجل كان يصخر الليل يزاكر في المسجد شوف 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 الكلام في المسجد علشان يمكن مفيش في البيت كهرابة في المسجد علشان الحالة ديقة في المسجد لان المسجد فسيح ويستطيع انه هو يحفظ وانه هو يزاكر وانه يراجع وكاد وجاي من يصلي به يقرأ القرآن الفجر الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه الرحمة الله ودخل عليهم المسجد فدخل المسجد فرقه شعبان الصياد عامل ايه بقى ماسك الكتاب ونايم عليه على رجبته كده يعني ماسك الكتاب حضن الكتاب حضن الكتاب ونايم يعني سقط من طوله يعني يعني من المذاكرة ومن الجهد من البازل وكان الشيخ مصطفى سمعه قبل كده في مكان وتنبأ له بأنه سيكون من كبار القراء الله فوقف مع الناس اللي هي الحشية بتاعت الشيخ مصطفى الشيخ مصطفى رجل كبير وعظيم وقارق كما رأيناه يعني حاجة تانية سمعه فرح واقف الشيخ مصطفى قال لهم عارفين ده اللي نايم ده ده هيبقى هو قارق مصر الله ومن كبار القراء كان يمكن سمعه وزو محرك قلت يمكن حاجة بسيطة يعني اه حاجة بسيطة كده سمعه ولكن عارف على طول لأنهم يحسوا بعض واخد بالك الأذن لما تسمع واحد فاهم طبعا على فكرة سواء عارف او مش عارف واخد بالك في ناس تؤدي بحاجة حلوة قوي وهو مش عارف هو بيقول ايه طبعا كان عمار يقول ايه يا الله يرحمه طب ما ايه رأي فضلتك نقول عمار بعد الفضل نشاوى أستاذ المشاهدين لسه محتاجين نسمع رأي فضلت الشيخ مصطفى اسماعيل وعمل ايه مع الشيخ شعبان الصياد ورأي عمار الشريعي في الشيخ شعبان الصياد بعد الفاصل ارجو حضرتكم وارجو حضرتكم خليكم معاك